هطولات مطرية جيدة هذا العام تبشر بخير لعله آت من محاصيل القمح هنا في منطقة الاسفيرة بالريف الشرقي لحلب والتي تعتبر من أهم أرياف المحافظة في زراعة القمح البعلي والمروي خير السماء كانت له الكلمة الفصل فمحصول القمح يزرع في السفيرة على مساحات واسعة حيث قدرت المساحة المزروعة بالقمح المروي حوالي 12500 هكتار والقمح البعلي ب5500 هكتار زراعة في منطقة السفيرة بحالة جيدة وخاصة المحصول القمح بعد الهطولات المطارية الأخيرة حيث كانت في وقتها المناسب أن المحصول في حالة نمو جيد وتم عطاء كافة المستلزمات وعلى دفعتين بالنسبة للأسمدة وتم عطاء بالنسبة للمسل الأبار عطاء دفعات ري انبات ودفعات للحراسة لفلاحة الأراضي الفلاحون ورغم تأكيدهم على جودة ووفرة المحاصيل هذا العام تبعا للهطولات المطارية إلا أنهم أكدوا على قلة ما يقدم لهم من محروقات وسماد اليوريا فيشترونها من السوق السوداء بأسعار مضعفة الله أكرمنا بمواسم جيدة جدا من الأمطار ونطلب من الأخوة لأهل الأمر بتزويد مادة السماد ومادة المزوط مادة السماد بالسوق السوداء الكيس نشتري بمية وستين مية وسبعين ألف ونجي على توزيع عند الدولة الكيس بسبعين ألف المزارع عم يعاني يشتري بالنسبة للسماد مادة السماد كل هقدار عم يكلف مليون ونص ليرا سوري الحمد لله المزروعاتنا كويسة والحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى الله أكرمنا بالمطار الحمد لله وثاني أنا أكرمتنا الدولة فتحتنا ميت السواقي فكير الحمد لله والمزارعين الحمد لله وضع القمع جيد جدا إن شاء الله وتعالى بس ولكن في نغص في كمية السماد والمازوط الحمد لله أكرمنا بالمطار والمية موجودة بس سماد نغص سماد سماد يوريا سماد في السود سماد أحمر ما في عنا مازوط لا في عنا شيء كل سقيتنا على المتورات اليوم البرمير ب750 منين نجيب تماد اليوريا طيان المصرف الزراعي 5 كيلو لديهم مقير كافي نحن نحط من الرشة الوحدة للكتار 4 كياس 200 كيلو وتعتبر منطقة الاسفيرة من أهم المناطق الزراعية على مستوى المحافظة من حيث المساحات المزروعة وتنوع الغلات الزراعية من خضار وأقناح وحبوب هيثم كزو قناة سمى الفضائية ريف حلب الشرقي